لما سألنا الناس انتوا ليه ما بتحبوش النحو كان ردوهم يتراوح بين انه معقد وصعب ما بيتفهمش ولما سألنا نفس الناس انتوا بتعرفوا ايه عن الهنود قالوا والله الهنود دايما وهم ما بيتكلموا لازم يحركوا دماغهم الحاجة التانية فيهم انهم مقتنعين اقتناع تام ان البطل ممكن يضرب بعشرين طلقة ومع ذلك ما بيموتش وبيكمل الحلقة عادي مع ان الناس دي ما تعرفش ان الهنود مصنفة من اقوى دول العالم من ناحية التسليح والجيش وميعرفوش برضو ان الهنود مصنفين من اقوى مبرمجين في العالم وان الهنود مصنفين من الدول المنتجة اللي بتحاول تحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع ايه اللي دخل الهنود في النحو؟ او انا عايز اقول ايه انا عايز اقول ان الانسان احيانا بياخد فكرة عن حاجة وغالبا ان الفكرة يبدو بقى غلط فبيفضل طول عمره يفتكر ان الحاجة دي غلط بالفكرة اللي هو حطها في دماغه كتير من الناس اخدى فكرة عن النحو انه معقد وصعب وعشان تقفل النحو لازم تبقى انيشتين التاني تب الناس جابت الفكرة دي منين؟ ربما في الطريقة اللي اتشرح لهم بها او اثناء الشرح هم اصلا ما كانوش مركزين وعايزين يفهمو او لان سين وصاد وعين من الناس قالولهم ان النحو ده صعب جدا ومعقد فهم اخدوا فكرة السباقية عن النحو انه صعب ومعقد النهاردة انا مش هتكلم على بدايات النحو والجملة الاسمية والجملة الفعلية لان انا اتكلمت عن الحاجات دي قبل كده وانما انا هتكلم النهاردة او حلقة النهاردة اللي احنا ازاي نتعامل مع الجملة الاسمية ازاي نتعامل مع الجملة الفعلية ازاي نتعامل مع النحو بصفة عامة ايه اكتر مشكلة بتقابل الطالب في النحو؟ من وجهة نظري اكتر مشكلة بتقابل الطالب في النحو هي قطعة النحو كتعة النحو بمجرد الطالب ما يشوفها بيبتدي يرتبك وما يعرفش يتصرف ازاي طب ايه المشكلة اللي بتقابلنا واحنا بنحل النحو المشكلة اللي بتقابل الطالب هو بيحل النحو حاكتين انه ما بيعرفش حدد فين بداية الجملة بالزبط تاني حاجة وهو بيعرف الكلمة كل الاعرابات بتيجي في دماغه مرة واحدة طب نبدأ بعلاج المشكلة الاولى وان هي ازاي احدد بداية الجملة صح او اني ما بعرفش حدد بداية الجملة اعمل ايه المفروض تحديد بداية الجملة ده قائم على الفهم طب انا معرفتش احدد فين بداية الجملة ابتدى اتبع الخطوات اللي انا هقولها دي اول حاجة ادور على اقرب فعل اقرب فعل من الكلمة اللي انا عايز اعريبها لان ان الفعل هتبدأ جملة جديدة طب ما لقيتش بادور على اقرب فاصلة اقرب فاصلة من الكلمة اللي انا عايز اعريبها طب ما لقيتش ابتدى ادور على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو هل الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو دي تصلح أنها تبقى جملة مفهومة بذاتها زي لما أقول جاء محمد من المدرسة والمدرسة معروفة بنظافتها لو بصيت على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو هلأ إن الجملة دي تقدر تكون لجملة مفهومة المدرسة معروفة بنظافتها مليش دعوة بالجملة الأولانية الجملة دي مفهومة بذاتها يعني لو قلتها الوحدة الجملة هتتفهم وما فاش أي مشاكل تيجي تقول لي تب ما أي جملة تيجي بعد حرف الواو طبيعي ان هي تبقى مفهومة ساعتها هقولك جاء محمد واحمد من المدرسة بصيلي كده على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو ايوة اللي هي احمد من المدرسة فهمت ايه ولا اي حاجة ما تقدرش تفهم اي حاجة ففي الحالة دي ماينفعش اقول احمد من المدرسة او كلمة احمد دي بداية جملة علشان مش هتقدر تكون لي جملة مفيدة يبقى الراجع مع بعض ازاي احدل بداية الجملة هبص الاقراف فعل من الكلمة اللي انا عايز اعريبها هبص الاقراف فاصلة هبص للكلمة اللي موجودة بعد حرف الواو لقيت الجملة اللي بعديها هتقدر تكون لي جملة بنفسها يبقى دي بداية جملة طيب نبتدى نتكلم على المشكلة التانية ونعالجها وبعديها نخش على ارض الواقع ونجيب قطعة نحو ونتعامل معاها بنفس الشروط اللي احنا حطناها تاني مشكلة ممكن تقابل اي طالب وهو بيعرب كلمة ان كل الاعرابات بتخشي ببعض المبتدأ في الفاعل في الخبر في المضاف اليه في النعت في التمييز في الحال وفي اول لحظة بيبتدي يستسلم يقولك انا حاسس ان الكلمة دي اعرابها مفعول به او مضاف اليه والاعراب عمره مكان احسيس الاعراب قواعد وشروط طب نحل المشكلة دي ازاي بداية هنقسم الاعراب لنوعين النوع الاول هو الاركان والنوع التاني هو الزوائد يعني اركان ويعني زوائد الأركان هي الكلمات اللي بتبقى أركان في الجملة زي المبتدأ والخبر زي الفعل والفعل والمفعول به لو الجملة حتاجت لمفعول به أو زي نائب الفعل النوع الثاني هو الزوائد اللي بيبقى فيه المضاف إليه والنعت والحال والتمييز والظرف والاسم المجرور والمفعول المطلق والمفعول لأجله من الآخر كده هنحط تحت الزوائد كل حاجة غير الأركان طب لو سمحت وضح لي أكتر يعني أركان وزوائد الأركان هي الكلمات اللي أنا ما أقدرش أشيلها من الجملة اللي هي أساس الجملة زي المبتدأ والخبر زي الفعل والفاعل والمفعول به لو الفعل بتاعه بيحتاج لمفعول به والزوائد هي الكلمات اللي أنا لو شلتها من الجملة معنى الجملة مش يحصل في خلل باللغة العامية معنى الجملة بتاعي مش هيبوض هدي جملة أفرق بيها تفريق أخير بين الأركان والزوائد زي لما أقول المعلم المخلص محبوب من جميع الناس لو جيت أبص فين أركان الجملة دي هلاقي كلمة المعلم ولاقي كلمة محبوب المعلم ابتدأ ومحبوب خبر أما كلمة المخلص فهي نعت وبالتالي أقدر أشيلها وأقول المعلم محبوب من جميع الناس والجملة معناها مش يحصل في خلل ومن جميع الناس دجره مجروره ومضاف إليه أقدر أشيلهم برضو من الجملة ومش يحصل خلل وأقدر أقول المعلم المخلص محبوب لما يجي يطلب مني يا عرب كلمة بعد كده قبل معرب الكلمة لازم أحدد الكلمة دي هل هي من الزوائد ولا هل هي من الأركان تبقى حددها ازاي من خلال القاعدة اللي احنا هنحطها مع بعض هنحط مع بعض قاعدة اسمها قاعدة الاعراب لما يقول لي اعرب الكلمة دي الشرط الاول لانا معاربش الكلمة لما يقول لي اعرب معاربش اه روح على طول على الشرط التاني ايه هو الشرط التاني روح حدد نوع الجملة بتاعتك يبقى قبل ما تعرب الكلمة لازم تروح تحدد نوع الجملة ها بعد ما حدد نوع الجملة الشرط الثالث أحدد أركان الجملة نوع الجملة إسمية فين المقتدأ والخبر نوع الجملة فعلية فين الفعل والفاعل والمفعول به لو موجود يعني بعد أن محدد نوع الجملة بتاعتي وبعد أن محدد أركان الجملة بتاعتي والكلمة اللي أنا عايزة عاربها مش موجودة في الأركان يبقى دي على طول من الزوائد يبقى رابع شرط عندنا في القاعدة دي إعراب الكلمة المطلوبة بس بعد إيه؟ بعد أن محدد نوع الجملة وبعد أن محدد أركان الجملة ودلوقتي ندخل على قطعة النحو ونشوف هنتعامل معها ازاي الجند المصري هو درع الأمة وأمنها فعدوه لم يستطع أن يحقق عليه انتصارا لأن حب مصر متأصل في دمه ولأن جميع المصريين يقفون خلفه مساندين ومؤيدين بارق الله فيهم فهم خير أجناد الأرض دلوقتي لما يجي يطلب مني إعراب كلمة المصري عايزك تركز معايا دلوقتي انا هعرب ازاي المصري محطوط تحتها خط معربهاش هارجع حدد نوع جملتي الأول الجملة بتاعت بتبدأ من عند الجندي دي جملة نوعها ايه اسمية فين المبتدأ الجندي طيب كلمة المصري دي خبر لا لسببين السبب الأول ان الخبر ما بيجيش في ألف ولام غالبا اللي لما يكون المبتدأ ضمير والسبب الثاني ان كلمة المصري ما أخبرتنيش حاجة عن الجندي إذن فكلمة المصري دي مش من الأركان دي من الزوائد طيب يا طرى دي هي مضاف إليه ولا حال ولا نعت هبتدأ جرب شروط كل واحدة متطاقة معاها ولا لا تعالوا نشوف تنفع مضاف إليه المضاف إليه لي شرطين الشرط الأولاني ان لازم يجيب لي اسم ناكرة والشرط الثاني ان هو بيوضح الاسم الناكرة اللي قابليه هنا كلمة المصري جي قابليها اسم ناكرة اللي هي كلمة الجندي بالعكس ده كلمة الجندي هنا اسم معرف يبقى ما تنفعش مضاف إليه تعالوا نجرب إعراب تاني ممكن تكون حال لا بس الحال لازم يجيب جملة فعلية ودي جملة اسمية يبقى ما تنفعش حال طيب تعالوا نجرب النعت النعت ليه شرطين الشرط الأولاني لو هو معرفة لازم اللي قابليه يبقى معرفة ولو هو ناكرة لازم اللي قابليه يبقى ناكرة تعالوا نشوف الشرط ده تحقق ولا لا كلمة المصري ده معرفة واللي قابليها الجندي معرفة يبقى الشرط الاولان اتحقق طب والشرط التاني اللي انا بسأل على النعت بما وصفت لو قلت ما وصفت الجندي الاجابة انه مصري صح يبقى دي نعت واحد يسألني تب فين خبر الجندي جملة هو درع خبر جملة اسمي طب نيجي للأعراب التاني هو اعراب كلمة درع بص اي ضمير يقابلك في اي قطعة بنسبة 99 و 5 من 10 الضمير ده مبتدأ وبناء عليه اللي بعده هيبقى خبر نيجي للأعراب التالت ان يحقق عليه انتصارا عايز نعرف كلمة انتصارا هرجع حدد بداية الجملة هفضل ارجع ارجع اشوف فين اقرب فعلة اقرب فصلة لقيت فعل يبقى هبدأ من عند الفعل اللي هو اي يحقق حددت نوع جملتي هبتدى حدد للاركان هحدد للاركان ازاي هبتدى اسأل على الفعل بهو مين هو مين الحقق الانتصار الجندي يبقى الجندي هو الفعل بس هو مش موجود هنا مستتر تب الجندي ده حقق ايه انتصارا يبقى انتصارا مفعول به تب يعني ايه مفعول به عشان الناس وهي بتسعى المفعول به بايه تبقى فاهم يعني ايه مفعول به المفعول به هو الحاجة اللي اتعملت او الحاجة اللي وقع عليها الفعل يعني وقع عليها الفعل يعني ايه الحاجة اللي اتحققت هنا هو الانتصار بس فالحاجة اللي اتعملت هو المفعول به تب والفاعل الفاعل هو اللي عمل الحاجة دي نيجي للإعراب اللي بعد كده كلمة متقصل هتتبع القعدة مش هعاربها هرجع حدد بداية الجملة بداية الجملة فين؟ بدأ من لأن لأن لو جي بعدها اسم يبقى دي من الحروف الناسخة اللي بتنصب اسمها وترفع خبرها تفين الركن الأول اللي هو اسم أنا كلمة حب تفين الركن التاني اللي هو خبر أنا ممكن واحد يقول لي مصر أقوله ليه؟ يقول لأصلها جات بعد اسم أنا فطبيعاً يا تبقى خبر أنا لا طبعاً هل كلمة مصر تمت فيها شرط الخبر؟ اللي هو إيه شرط الخبر؟ اللي هو الكلمة اللي بتخبرنا عن المبتدأ وبتتمملي معناه هل لما قلت لك حب مصر كلمة مصر أخبارتني حاجة عن حب؟ لا طبعاً هبتدى بص على الكلمة اللي بعد كده اللي هي كلمة متقصل وشوف هل هي تممتلي المعنى وأخبارتني عن المبتدأ حب مصر متقصل فهمت ولا ما فهمتش؟ أه فهمت هتقول لي طب يعني إيه كلمة متقصل؟ واريتنا عن الحب انه هو موجود ومال كلمة مصر يعاربها ايه؟ مصر دي مضاف اليه؟ لان جي قابليها اسم ناكرة ولو شلت كلمة مصر مش هفهم الكلمة الناكرة اللي قابليها مش هفهم حب ايه اللي متقصل نيجي للاعراب اللي بعد كده كلمة مساندين طبعا مش هاعرب هرجع حدد بداية الجملة فين بداية الجملة؟ اقرف فعل اللي هو يقفون جملة فعلية هتدى حدد الاركان هو مين اللي بيقف؟ هم المصريين طب عايز ادور على المفعول به اسأل عليه بهو ايه؟ هو اللي بيتوقف؟ في حاجة اسمها اللي بيتوقف؟ لأ طبعا يبقى مفيش مفعول به طب لما حب اعرف الفعل ده بيجي معاه مفعول به ولا لأ؟ بسأل نفسي هو اللي بيتوقف؟ فيش حاجة اسمها اللي بيتوقف؟ فبالتالي مفيش معاه مفعول به. اذا في الاركان بتاعتي موجودة الفعل والفاعل معنى كده ان كلمة مساندين دي زوائد مش اركان طب تعالوا نجرب يا طرى تنفع مضاف إليه؟ لأ ما تنفعش لأن الكلمة اللي قبليها خلفه اتصل بها ضمير ودي كلمة معرفة والمضاف إليه لازم ييجي قبليه اسم ناكرة طب تنفع نعت برضو ما تنفعش لأن النعت لازم يبقى ناكرة ناكرة معرفة معرفة طب نجرب الحال نشوف الحال لازم يبقى في جملة فعلية دي جملة فعلية لازم يبقى ناكرة ودي كلمة ناكرة لازم يبقى إجابة سؤال كيف نجرب كيف يقفون خلفه المصريين حالهم عامل إزاي وهم موقفين خلف الجندي مساندين تمام يبقى إجابة حال نيجي بقى لآخر إعراب كلمة الأرض قبل ما نعرف أحدد نوع الجملة الجملة إسمية الركن الأول هم هو دي المبتدأ والركن الثاني الخبر اللي تمامني المعنى كلمة خير فهم خير فكلمة خير أخبرتني أن الجنود دول خير معنى كده أن الأرض دي مش أركان وإنما دي زوائد طب تعالوا نجرب تنفع مضاف إليه نشوف الاسم اللي قابليها ناكرة وهي معرفة الشرط الأولى يتحقق الشرط الثاني لو أنا شلت كلمة الأرض هفهم أجناد إيه أجناد الأرض ولا أجناد السماء ولا أجناد الدولة مش هفهم فكلمة الأرض وضحت للإسم الناكرة اللي قابليه وكلمة الأرض جي قابليها اسم ناكرة يبقى توفر فيها شروط المضاف إليه دلوقتي أنا هسيب لكم كتعة ناحوة تحلوها وحلها هيكون من خلال التعليقات وأتمنى أن الدرس النهاردة يكون فاتكم ترجمة نانسي قنقر